هذا وعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة البحرينية المجرية الاقتصادية المشتركة برئاسة سعادة الدكتور عبدالاطيم بن راشد الزياني وزير الخارجي ومعالي السيد بيتر سبارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بمشاركة كبار المسؤولين في الجانبين وعبر وزير الخارجي عن حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات مع المجر الصديقة مشيرا إلى أهمية الزيارة رفيعة المستوى بين البلدين والتي تساهم في توطيد تلك العلاقات منوها بزيارة حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى إلى المجر في عام 2019 التي شكلت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وأشار سعادة وزير الخارجية إلى ما توصلت إليه حكومة البلدين من اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم المضاد لفايروس كورونا والشهادات المعتمدة في 2021 مؤكدا على مساهمة هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات بين البلدين وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه إلى مناقشات بناءة ومثمرة وإتاحة الفرصة لاستكشاف مجالات التعاون المشترك لا سيما في مجالات التجارة والاستثمارات والصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة من جنبه شدد وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر على ضرورة توسيع وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى أفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين ركز الاجتماع على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والزراعة والصحة والتعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة والسياحة كما رحب الجانبان بالقرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها دافعا لمزيدا من التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وفي ختام الاجتماع وقع سعادة وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مباركة الخليفة للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي المجري للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسية اشتركوا في القناة